بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعوا بإحسان إلى مدين أيها الأحباب الكرام السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته من نعم الله عز وجل على الناس كافة أن أرسل نبيه الكريم بتمام مكارم الأخلاق وكمال محاسن الأفعال فالدين كما يقول الإمام بن القيم رحمه الله كله خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين ومن أعظم الأخلاق الفاضلة التي أوصى بها نبينا صلى الله عليه وسلم خلق جميل وعظيم وجليل إنه خلق الرفق والرفق كما يعرفه علماؤنا هو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل وضده العنف والتشديد وسرعة الغضب والحدة والرفق فوق ذلك كله صفة جمال من صفات الله عز وجل والرفيق هو اسم من أسمائه الحسنى قال ابن القيم في النونية وهو الرفيق يحب أهل الرفق بل يعطيهم بالرفق فوق أمانه فالله سبحانه وتعالى هو الرفيق المحب للرفق قال الحبيب صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله وبهذا المعنى فالرفق هو الأصل للعنف والرفق ليس خمولا ولا ضعفا ولا استسلاما كما قد يتوهم البعض فقوة الرفق أقوى وأمضى من ظلمات العنف والشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب ولنا في رسول الله القدوة والأسوى فعندما تطاول عليه بعض اليهود وأساء إلى الجناب النبو الشريف ردت عليهم أمنا عائشة رضي الله عنها فماذا كان جواب الحبيب؟ قال صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة عليك بالرفق عليك بالرفق وإياك والعنف أو الفحش وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله فالمؤمن هين لي وقد أمرنا في الدين بالتيسير والتبشير وأمثلة حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأناته وصبره وتحمله وشفقته على الخلق نموذج يحتدى أيها الأحباب الكرام الرفق يبدأ في البيت وأهله والبيت الذي يريد الله به خيرا يدخل عليه الرفق فتشع فيه السعادة والسكينة وتفتح المغالق وتكثر الأرزاق الحسية والمعنوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق وفي رواية أخرى دلهم على باب الرفق وهذه علامة على حب الله جل وجلاله لهذا البيت فلنجعل أيها الأحبة بيوتنا محاضنة للرفق مودة ورحمة محبة ومسامحة أمنا وإيمانا على أسس الرحمة والرفق نبني بيوتنا لنتخلق بأخلاق الله عز وجل وأخلاق نبيه العدنان عليه الصلاة والسلام فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ومع أهله وخدمه أيضا رفيقا هينا لينا سهلا كيف لا وهو القائل عليه الصلاة والسلام استوصب النساء خيرا ولنستمع لسيدنا أنس بن مالك وهو يصور لنا الرفق النبوي قال رضي الله عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي أف قط وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته وكان رسول الله صلى الله عليه وكان رسول الله من أحسن الناس خلقا أيها الأحباب الكرام الرفق عطاء من الله ونعمة عظيمة من نعمه التي لا تعد ولا تحصى فما استؤلفت القلوب بمثل الرفق لأن القلوب مفطورة على من أحسن إليها ورفق بها ولقد امتن ربنا جل وعلا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن جبله على الرفق ومحبة الرفق وبأن جنبه الغلدة والفضادة فقال عز من قائل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليدا القلب لم فضوا من حولك فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين أيها الأحباب الكرام كانت الصبغة العامة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وسائل الأنبياء من قبله الرفق والرحمة والحكمة والموعدة بالتي هي أحسن وعلى مثال سنة الرفق ينبغي أن نتكأ لقد من الله عز وجل أيها الأحباب على حبيبه المصطفى بالرفق وما زال العطاء من الجواد الكريم متجددا مستمرا حتى تقوم الساعة فالرفق هو الخير كله وهو علامة محبوبية فمن حرم الرفق حرم حظه من خير الدنيا والآخرة والعياد بالله قال عليه الصلاة والسلام إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من خير الدنيا والآخرة فلننتبه أيها الأحبة أيها الأحباب الكرام من أبرز الكمالات الإنسانية أن يكون المؤمن رقيقاً لطيفاً رفيقاً لينة فالرفق زينة الأخلاق يزين الشيء ويجمله ويكمله قال صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه فالحياة مع الرفق أيها الأحبة والعفو والصفح نعمة وسعادة والحياة مع العداوة والعنف والبغضاء بؤس وشقاوة والعياد بالله فلنقبل على الله عز وجل طلباً لوجهه إقبالاً قلبياً وعملياً لتنبعث في القلب الرحمة وتنعكي سليناً ورفقاً والقلب المقطوع عن الله إن قطع عنه المدد فغدا صحراء قاسية لا تنتج إلا الغلد والفضاد والجفاء والعنف فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله فالرفق أيها الأحبة أساس في سيرنا وسلوكنا إلى الله لكن المعاملة مع الخلقية المحك المعاملة هي المحك أيها الأحبة والثمرة تظهر في ميدان المعاملات والمكاره هذا هو الميزان والمحك الذي يختبر فيه حال وشأن السائر إلى الله فأمراض النفس وخذياها تظهر عند مخالطة الخلق والتعامل معهم هناك تظهر أمراض النفس أيها الأحبة فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وإن أردت تليين قلبك كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم وجماع ذلك كله وصية خير النام عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن نسأل الله العلي القدير أن يحسن أخلاقنا اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق وهب لنا معالي الأخلاق وجملنا وزينا بأحسن الأخلاق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة